وتعال نشوف المفاجأ اللي حصلت لمحمد المدرس المحترم اللي عنده 48 سنة وقلوا يلا يلبس وروح واماك يا محمد فضح نفسه اهلا بكم اهلا بكل مشاهدي قناة ساعة محنف تعالوا نشوف الجريمة دي اللي حصلت في محافظة فيوم محافظة الفيوم منحافظة قريبة من العاصمة قاهرة محافظة بتنسب الى الصعيد لكن هي اكثر قربا لوكبح الفيوم محافظة لها طبع خاص كم زمان الجماعة اللي حبوا يتفسحوا يقولك نروح الفيوم نشوف السواعي نروح هناك الاماكن الترفهية او بحيرة قارون طول امرها الفيوم محافظة منفتحة لكن في الفترة الاخيرة زادت فيها الجرائم بشكل غريب تشكيلات كبيرة اسابية اضايا اداب غريبت الشكل تبادل زوجات في الفيوم راجل بيخطف مراته وحماته وولادها وولاده وياخدهم رهاين في الفيوم اهده النهاردة اضيه لمدرس قم للمعلم وفيه التبجيل كاد المعلم ان يكون رسوله هو ده المعلم المعلم ده اسمه محمد تمانية واربعين سنة يعني مزغير ومتجوز لكن نعمل ايه لما يكون الراجل عينه فرغة راجل لا بيعرف حيا ولا خشة ولا خوف من ربنا ولا اعوذ بالله اعجب بوحدة عارفها انها مطلقة واحنا عارفين نظرة المجتمع للمطلقة انها واحدة سهلة وواحدة ممكن الوصول لها بكل اريحية فعلا قدر يجيب رقم تليفونها ما عملش حساب لسنه وما عملش حساب لدينه وما عملش حساب لربنا وما عملش حساب لزوجته والاولاده ولا لشبته واتصل بيها وابتدى يشغلها ويبدي اعجابه بجمالها وابتدى يقول لها انت مطلقة مش هتخفع على حاجة وانا هجيلك كلها نص ساعة ولو شفتيني واعدت معايا مش هتقدر بعد كده تنسين الست اسمها عبير عندها تمانية وعشرين سنة وهو تمانية واربعين سنة قالت له هتيجي هتدفع كام قال لها لا تقولي علي قالت له اخد الفين جنيه قال لها ماشي ما هفلوس دروس خصوصية جاية من ناس واختها منهم بحجة انه بيدرس لولادهم وهو لو كان بيراعي ضاميره في المدرسة ما كانش ولية الامر شحت عشان يدفع له تمان الدروس قالت له انا موافع تجيب الالفين جنيه وقبل ما تدخل معايا قط النوم تسيبهم قال له قبل ما ادخل معاك قط النوم هدهم لك وفعلا خد الالفين جنيه وراح وتعال نشوف المفاجئة اللي حصلت لمحمد المدرس والمحترم اللي عنده تمانية واربعين سنة بس اقولكم ايه اللي حصله بعد ما ادعوكم للاشتراك في قناة سعمة احنا في تفعيل الجرس ليصلكم الاشعار وقت ازعت الحال اللي حصل انه مجرد ما خبت على الست ودخل قطلو فين الالفين جنيه يا محمد قال لها الالفين جنيه هو قط النوم هو تفضل انت وانا جاي اهو اخلح هدومه واغير هدومه واجيلا قال لا لا غير الهدوم معاي جالت لهم مال دخلوا هما الاتنين جوه هما بيغيروا هدومهم كانوا هب دخل عليها اخوها اسمه محمد خالد خمسة وعشرين سنة ومحمد ربعين سنة محمد ده عاطل لكن خالد اخوها خمسة وعشرين سنة ده طالب دخلوا عليهم هما الاتنين كل واحد ماسك سنجا طلع اللي في جيبه ما كانش معاه غير الالفين جنيه اللي كان سايفهم مرة تفتعل ام دي على صلاة امانة على بياض مضوها على عشر صلاة امانة على بياض وراحهم جرادينه من ملابسه وصوروه في اوضاع مخلة وقول له يلا يلبس وروح لاما كامحم وتجيب عشر تلاف جنيه بكرة بدل ما انحرر كل شيك بخمسمائة الف جنيه او كل ايصال امانة بخمسمائة الف امانة روح المدرس المحترب وكل ما يتفكره هما مصورينه عريال الحطرة بتاع المعلم اللي حطر نفسه وعنده واربعين سنة لا رعى سنه ولا رعى ربه ولا رعى ضميره ولا رعى سمعته ولا سمعت بناته وولاده ولا سمعت مراته وكان همه كله ينهل من عبير نص ساعة متعب الفين جنيه امكان لو مراته طلبت منه ميت جنيه ميرضاش الدهالة لكن مع واحدة مطلقة ساقطة يدفع الفين جنيه المدرس يعمل ايه دول مضوني على عشر رصالات امانة وصوروني عريان في اوضاع مخلة ده غير الضرب اللي انا اخدته على وشي وعلى جسمي صعبة عليه نفسه انا الايام اللي جاي يا سودا مدام سودا بسودا روح ابلغ عن نفسي الكلام ده حصل فين في عزمة للأسف عزمة عشان تعرف فين الحطاط وصل حتى للعزب اسمها عزبة محروس تبع مركز سنورس محافظة الفيو تخيلوا عزبة يعني قرية يعني عدات وتقاليد ويدين واغلاء لكن حتى القرى ابتدت يعني مش عافة اقول ايه القرية ابتدت تعاني من نفس الامراض اللي بتعاني منها المدينة دلوقت ما بقى ايش في فرق كان زمان الشاب لم يجي يتجوز يقولي راح اخد من القرية يعني العدات والتقاليد والرجولة دلوقت قرية فيها ست بتبيع جسادها بألفين جنيه مطلق واللي بساعتها على كده اخوها واحد صاحبه عاطل اخوها خالد واحد اسمه محمد كل يومه التاني الصد واحد يدخلوه يخلعوه يصوروه يمضوه يفضلوه يابتزوه المدرس راح مبلغ رسم بحس النورس تم القبضة على العبير جالت ايوة وتم القبضة على خال محمد اللي هو العاطل الصور فين ويصالات الامانة فين وكانوا وقدين منه عشر تلاب جنيه قالوا مع محمد مع خالد خالد ضهر باب اللي هو اخوها لكن الاخت اعترفت اعترفات تفصيلية والصور على الموبايل بتاع الشخص التالت محمد وكلهم اعترفوا اعترفات تفصيلية وقالوا هو مدرس مش محترب ولما غلبت منه جايت له ألفين جنيه عشان يقول لها بلاش ويستقصى لكن لقته جاي بالألفين جنيه ويجاي فبلغتنا فقلنا لازم نقدبه عشان ما يعملش كده المفروض المدرس يكون قدوة احنا ما عملناش كده عشان نبتزه احنا عملنا كده عشان نقدبه ونعرفه ان بنات الناس وزوجات الناس حتى لو كانت مطلقة فليها عرضه وشرف تخاف عليه ده بيدخل بيوته تدي دروس والناس بتستقبله يقول لك مدرس محترب لما يبص الاسيتات بالشكل ده قلنا نعلمه درس ما ينسوهشه لعمره كله لكن فجينا انه بلغ عنا وكشف سره وهتك عرضه وفضح نفسه لان القرية كلها عرفت ان الاستاذ محمد صوروه عريان وبيدفع عالفين جنيه لواحدة مطلقة عشان يمارس معاه الرزيلة فضح نفسه وكل همه ان محدش يسحب منه ويستدرج منه الفلوس شفت احنا وصلنا لعدة هنقول ايه لله الامر من قبل ومن بعد اشهركم